من بغداد ينضم إلي مراسل الغد مصطفى القطان مصطفى ما هو موقف الحكومة الجديدة من كل هذا التي وعدت أصلا بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة؟ يعني حتى هذه اللحظة الحكومة العراقية لم يكن لها رد مباشر على هذا التقرير لكن الحكومة كانت قد أكدت في مناسبة سابقة بأنها سوف تتخذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل الكشف عن مصير هؤلاء الذين غيبوا أثناء التظاهرات التي انطلقت في الأول من تشرين حتى قبل فترة قليلة وانتهت أو توقفت مع انتشار وباء فيروس كورونا في مختلف المدن العراقية رئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى الكاظمي كان قد أكدت في مناسبات مختلفة وفي توجيهات مباشرة إلى وزارة داخلية باستخدام جميع الإمكانيات لدى الوزارة ولدى الجزء الأمنية من أجل الكشف عن مصير هؤلاء والكشف ما إذا كان هناك سجون سرية يختفي فيها هؤلاء المغيبين قصرا في العراق باعتبار أن كانت هناك أيضا انتهاكات أخرى لا تقتصر فقط على تغييب بعض الناشطين وكذلك المتظاهرين بل قتل للمئات من المتظاهرين واستخدام الأستحال فتاكة واستخدام قنابل غاز المسير للدموع لغرض القتل وليس التفريق وبالتالي ربما هذا هو المطلب الأهم لأشار العراقي في هذه الفترة من أجل بيان ما إذا كانت الحكومة العراقية الحالية جادة فعلا في أن تضع حلول المشاكل التي يعاني من العراق وأول طبعا مطالب أشار العراقي هي تقديم قتلة المتظاهرين إلى المحاكم وكذلك إلى القضاء العراقي ومهمة بالتأكيد سوف تكون صعبة على الحكومة العراقية التي تعاني من مشاكل أخرى لا تنحصل فقط في مسألة طبعا كشف عن قتلة المتظاهرين وكذلك من قام باختطاف فيهم قصريا لكن الحكومة الحالية تحاول جاهدة عن طريق البيانات التي تصدرها تبين بأنها جادة بشكل كبير وأنها تتابع هذا الملف عن كثب وأيضا شكلت لجنة من أجل البحث على هذا الموضوع والوقوف على أشكالياته وكذلك محاولة معرفة مصير المختل الذين اختفوا أثناء التظاهرات يعني مصطفى هل بالفعل بدأت هذه اللجنة القيام بمهامها وكيف يتعامل الشارع مع هذه الوعود والجهود الجادة من قبل الحكومة العراقية الجديدة يعني بالتأكيد هذه اللجنة باشرت بأعمالها في الوقت الذي شكلت فيه باعتبار أن الأمر التي تصدر تنفذ مباشرة لكن الشارع حتى هذه اللحظة يتساءل عن مصدقية الحكومة العراقية باعتبار أن حتى هذه اللحظة من عمر هذه الحكومة الوليدة لم تقدم شيئا ملموسا للشارع العراقي باعتبار أنها أيضا تركز جهدها على مجابهة وباء كورونا وانتشاره في العراق والأزمة الاقتصادية وتزايد نشاط نظيم داعش الرهابي لكن فيما يخص هذا الملف بالتحديد باعتبار أن الحكومة السابقة لم تنفذ شيء والمؤسسات الرسمية والأجزاء الأمنية العراقية لم تقدم شيء من أجل حماية المتظاهرين كما يرى الشارع العراقي ولأن هذه الحكومة حتى هذه اللحظة لم تقدم ربما خطوات ملموسة من أجل طمنات الشارع العراق الذي ينتظر بالتأكيد أن تكون هناك خطوات جدية لاحقة لهذه الحكومة من أجل الكشف عن مصير المختفي من المتظاهرين وأيضا من تسبب بقتل العشرات بل المئات من المتظاهرين منذ تشرين وحتى انتهاء التظاهرات مراسل الغد من بغداد مصطفى القطان شكرا جزيلا لك